اشتركوا في القناة دي الفصل مين والشمال دي الغدد الدرقية وفي النص ده البربخ بتاعهم الأربع بقى اللي متشاور عليهم دول اللي قدي فصية العدس دول الأربع غدد جار الدرقية ودول موجودين في وراء دول لزقين فيها من وراء نايمين في الدسيق بتاعها ودول أي جراح بيجي يعمل عملية يستقصل بها الغدد الدرقية بيبقى حريص عليهم جدا ليه بقى مايفاش يستقصلوا ولو شالهم بالخطأ مش هيبقى عندنا عمليات تحول أيدي للكالسيوم خالص جنهارك لان دي اللي بتلعب دور مهمة قوي بعمليات زبط التوازن للكالسيوم والفوسفور في الجسم يعني هو لما بيشيل الغدد الدرقية ما بيشيلش الجار الدرقية بيبقى حريص عليهم على الأربع يبقيهم أو لو استعصعب عليه الأمر ممكن يشيل واحدة ربنا خلق لنا أربعة عشان الكالسيوم وزوفتها كالسيوم عشان عملية تبادل الكالسيوم والفوسفور طيب الكالسيوم احنا عارفينه أنه مهم للعضم لحاجات كتير طبعا يعني بس مين بيه العضم الفوسفور أهميته في إيه بقى يا دكتور؟ لا ده الكالسيوم أهم من العضم إيه بقى؟ الكالسيوم ده هو المحرك هو الآيون المحرك الأساسي لكل حركة العضلات الملساء والعضلات الإرادية ولا إرادية في الجسم يعني مش بس عضم ده عضم وعضلات لا ده هو مخزونه الرئيسي 98% منه مخزون في العضم و2% منه موجود في الدم موجود في الدم عشان إيه؟ دخول وخروج الرسائل العصبية متوقف على الكالسيوم دخول وخروج السوديوم والبوتاسيوم متوقف على الكالسيوم لشكده ربنا خلق له ممرات خاصة اسمها الكالسيوم تشانيلز دخول وخروج الآيونات اللي بتحرك عضلة القلب كالسيوم دخول وخروج الآيونات بتاعت الكالسيوم هي اللي بتتحكم في انقباض وانبساط الأوعية الدموية من أول الأورطة ما هي الموضوع مش بس شوية عضم لا لا من أول الأورطة للشرايين الصغيرة للشعيرات الدموية الصغيرة حركة الأمعاء والقولون والمعدة متوقفة على الكالسيوم اشتركوا في القناة